السلام عليكم احبابي في الله كنتمنى تكونو müsst وباخر وعلا خير المهم واحده نرجعت لكم جيت لكم فيديو جديد وكنتمنى يجبهم أحبابي في الله كيفما قد تعرفوا الفيديوات دائج لي دائمًا هاديفة وكنتمنى لكم فهم الخير فى الدنيا و فى الاخيرة هدا هو أهم حاجه المهم احبابي في الله المسألة اليوم وموضوع اليوم جاء موضوع خطير كيستهنوا به الناس وهاكي يتباونوا الكثير يأحبب في الله الموضوع اليوم المهم احبب في موضوع اليوم موضوع خطير ولا ينتبه له الكثير من الناس لكي نطول شي عليكم الموضوع هو القسم او اليمين او الحفب الله سبحانه وتعالى القضية خطيرة القضية هي انتشار مسألة القسم بالله سبحانه وتعالى في هذه الآوينة الأخيرة فترى ألسنت الناس منطلقة بالقسم بالله عز وجل بالحق وبالباطل بالأمر المهم والأمر الحقير وفي الأمر الحلل والأمر الحرم وفي البيع وفي الشراء وترى أحدهم تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته غير مبالي بعظمة الله سبحانه وتعالى التجار يحلفون بالله عز وجل في تجارتهم وتطورت القضية حتى صار الحلف بالله عز وجل بالأمور المهانة والحقيرة وفي كل يوم وليلة وهذا ما آتار غضبي وغيرتي على عظمة الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره يا أحبابي في الله المسألة خطيرة خطيرة أكثر من كيف تصوره مسألة خطيرة واحتشي واحد ما منتبه لها إذا حللت معي يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة الأسباب التي أدت إلى انتشار القسم بالله تعالى والاستهانة بهذه القضية الخطيرة عند الناس اليوم لو وجدت لها عدة أسباب عدة أسباب يا أخي ويا أختي المسلمة أولا أن عظمة الله تعالى في كثير من المسلمين قد تلاشت واقتربت من التلاشي أصبح الله عز وجل ليس له مهابة في قلوب كثير من المسلمين فهم يحلفون به في الليل والنهار سواء كان الأمر يستهل أو لا يستهل ربما كان شيء أمر ما يستهل شيء وهو ما يحلفوا بالله سبحانه وتعالى وعظموا ربكم يا أحبابي في الله وهذه القضية خطيرة لها مساس مباشر بالعقيدة الإسلامية وإن من أسماء الله تعالى العظيم هذا الإسم العظيم الذي جهلته قلوب الكثير من المسلمين هذا الجهل هو الدافع لانطلاق الحلف بالله على ألسنة الناس ثانيا أحبابي في الله عذا امتقى بين الناس ومن أسبابه فشو الكذب بين الناس فترى هذا يكذب على هذا وهذا يكذب على هذا وهذا يقول له إذا قال له الخبر بقضية عادية بأسلوب عادي ما كيطيقوشي خصوحتي يقسم له يعني من كيجي تقول شي واحد شي خبر عادي ما كيطيقك شي كيجي الخبر عادي ولكن إلا قسمت له بالله سبحانه وتعالى عد كيطيقك يعني دي منك يطلب منك أقسم بالله إن هذا صحيح لأن اتقى بين الناس يا أحبابي في الله عدمت وفشل الكذب حتى لم يميز لم يميز الصادق من الكذب والآمن منه والأمين من الخائن ومع انتشار القسم صار حتى القسم شيئا عادي لا يصدق بمن يقسم والله يا أحبابي في الله القضية خطيرة فاتقوا الله يا عباد الله المسألة خطيرة أيها الأحبة الكرام والله هذا أغضبني 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 والله لأنك يقسم يوميا يوميا قسم على تجارة على شي حاجتها فيها والله هذا شي مكفرح شي المسألة تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى تبيين شيء من أحكامها لعل الله تعالى يوقد تلك الأفئد النائمة وتلك العقول الخامدة التي سيطر عليها تبلد الإحساس وانعدمت عدمة الله تعالى بين جنبتي نفوس الكثير والله يا أحبابي في الله المسألة خطيرة المسألة خطيرة بزف واعلموا رعاكم الله أن الإفراط في الحلف مدموم لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بعد تدبر هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وبادمو ولا تطع كل حلاف مهين يعني ليكي يحلف البذاف يعني يحلف في الصباح يحلف في الليل الحلف خاستنا نحكموو نحلفوو يعني الله سبحانه وتعالى قال لكم ليكي يحلف بزاف ولا توطع كل حلاف مهين يعني ذلك ليكي يحلف بزاف أي في القرآن في سورة القلام الآية عشرة يعني ما جبنا هاشي من رأسنا هذه آية دي الله سبحانه وتعالى تدبروا آيات الله يا عباد الله رجعوا للقرآن رجعوا للسنة رجعوا كتاب الله رجعوا صحوا إيمانكم المهم أحبابي في الله أنا حبيت نبلغكم اللي عرفت بعد تدبر آية الله سبحانه وتعالى إذن يا أحبابي في الله لا تقسم لا تقسم شيء على أي حاجة لا تقسم عنده أي شيء احفظ اليمين ادخل اليمين ديالك للأمر العظيم يعني ما تحلف شيء إلا لك تشح حاجة عظيمة يعني لك مثلا في المحكمة وطلب منك القاضي تقسم أقسم ولكن تكون عارف الحق بحال كيف كتبين لك الشمس ليس الحق وصافي لا أخصيبه تكون عارف ستقسم على واحد الحاجة واضحة وضوحة الشمس ليس عندك شك فيها أو لما عندك شيء ستحلف لا تكون مئة في المياه بحال كيف كتبين لك الشمس ديالك الساعة أقسم وطلب منك القاضي في المحكمة أقسم ديالك الساعة يجوز القسم تقسم ديالك الساعة لا يجب علينا كمسلمين أن نكترى الحلف أو اليمين على كل صغيرة وكبيرة ولو أن القلوب عدمت الله لما ذكرنا اسمه سبحانه وتعالى على الأشياء التافهة والحقيرة واليسيرة وكأنما خصصنا الحلف باليمين أو القسم في الأسباب العظيمة التي نضطر أو نحتاج حاجة ملحة إلى تأكيدها باليمين مثلا إذا طلب منك القسم أمام المحكمة أمام القاضي القضية مسألة حياة أو موت جلسة صلح كبيرة يعني وتكنت مأكد من صحة لش غير تقسم يعني تكون مأكد مية في المية ديك سأقسم قسمك غير مجرى القضية أو شي حاجة أطلب منك القاضي أن تقسم أقسم ولكن كن صادقا صادقا أما الذي يكتر القسم على الله في الكبير والصغير لن يبقى لليمين وقع في قلبه ثم لا يؤمن عليه في الوقوع في الكذب إذن يا أحبابي في الله احفظوا أيمانكم وعظموا ربكم يقول الله تعالى في محكم التنزيل وبعدما تدبرت هذه الآية العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان تدبروا يا أحبابي هذه الآية آية مهمة والله كل شيء يكون في القرآن خاصنا الرجع للقرآن بركة لكم من الأفلام وبركة لكم من اللعيب ودعو رجعوا شوي القرآن عسى أن يرحمكم الله القرآن رحمه ونور وهدى وشفاء لمن في الصدور فيا أحبابي في الله هذه الآية الكريمة العظيمة تبين لنا حكم أمر نحتاجه ونقع فيه في اليوم والليل مرات ومرات وهو اليمين التي يحتاجه الإنسان فاتقوا الله عباد الله لتأكيد كلامه يا أحبابي في الله إن كثير من الناس مع كل آسف لا يعلمون أحكام اليمين يا أحبابي في الله أحكام اليمين كثيرة لكننا نزج على ما يهم الناس في اليوم والليلة منها فأولا اليمين على ثلاث أنواع النوع الأول هو يمين اللغو وهو اللي تكلمت عليه الآية أو اليمين اللاغية التي دارجة على اللسان ولا يعقد صاحبها الحلف مثل كأن يقول المرء لا والله ما أكلت والله أو يقول بلى والله أو كل والله يعني جرت على لسانه واللف لها وهذه الكلمة دون أن يقصدها ويريد معناها يعني منويش يحلف يعني يبقى يوميا يبقى يقول لا والله تتعمل هذه والله تتأكل هذه والله يعني دارجة على اللسان هذه كتما أيمان لاغية يعني أيمان لاغية كذا كي يقوله ما كيقصد شي بأنه كيحلف على شيء وحتى اللي كيحلف له ما كيعرفش بأنه راحلف له على شي شيء يظن أو يظن نفسه صادقا فيتبين له أو يحلف الإنسان على شيء يظن نفسه صادقا فيتبين له بخلاف ذلك أو كأن يقول جئت يوم كذا وكذا بل جئت يوم الفلاني فيقول والله لقد جئت كذا يظن نفسه صادقا ثم يتبين الأمر بخلاف ذلك فهذا أيمان لاغية لا شيء على الإنسان فيها ولا حكم يتعلق بها يعني الله سبحانه وتعالى كي يقولك إنه أيمان لاغية يعني لا حكم يتعلق بها لأنها دارجة على اللسان وأما اليمين الثاني فهو يمينه المعقودة وهو أن تحمل على شيء المستقبل أن تفعله أو تتركه وهذه تسمى اليمين المعقودة وكأن تقول والله لأذهب إلى فلانا والله لأتصدق اليوم أو والله لأذهب إلى مكان كذا وكذا وتحلف على أمر مستقبل أن تفعله أو أن تتركه فإن وقع الأمر على ما حلفت عليه فلا شيء عليك وإن حالفت وإن خالفت ما حلفت عليه وجبت عليك الكفارة عاد شيخنا نعرفه يعني مني تحلف على شيء حاجة وتقسم عليها وتخالف ما حلفت عليه وجبت عليك الكفارة والكفارة أنتم معارفين كفارة يأتعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتقوا رقابة في هذه الأيام نحن لم يكن لدينا عتقوا رقابة كانت في أيام الحروب وأيام الجاهلية وأيام دبا لم يكن لدينا عتقوا رقابة ممكن يأما تطعم عشرة مساكين أو تكسي عشرة مساكين وعندما كانت تصوم ثلاثة أيام وعندما كانت تصوم ثلاثة أيام الثلاثة أيام هي الأخيرة حتى لا يكون لديك شيء لديك مطعم أو لا تكسي عشرة ناس عاد ولم يكن لديك شيء عدقوا رقابة كنت تصوم ثلاثة أيام دي الأخيرة يعني هذا هو الكين قسم دي الكفارة فإن وقع الأمر على ما حلفت عليه فلا شيء عليك وإن خلفت ما حلفت عليه وجبت عليك الكفارة في هذه اليمين قال تعالى لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان يعني الحاجة اللي حلفت عليها مش اللي مولف عليها كتدر لسان دارج عليها أما اليمين الثالث يا أحبابي في الله وهي اليمين الخطيرة ولا يستوجب فيها الكفارة هذه اليمين الخطيرة وهي اليمين الغاموس وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإتم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله لعدم خطرها ولكونها من كبائر الدنوب فيا أحبابي في الله الحضر ثم الحضر ثم الحضر اليمين الغاموس وهي أن تحلف على أمر وأنت تعلم نفسك أنك كاذب فيه يعني عارف راسك تكذب أنت تقسم بالله بأنه هذاك شي كاي اليمين الغموس هي أن تحلف على أمر وأنت تعلم نفسك أنك كاذب فيه فتقول والله ما فعلت كذا وكذا وأنت تعلم أنك لم تفعل وإنما حلفت لتكذب على الناس وأن تقول للناس أنا قلت كذا وكذا وأنت لم تقول وكأنك تقول هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا وأنت لم تشتريها بكذا بذلك المبلغ وإنما اشتريتها بأقل من ذلك ولكن حلفت لتكذب على الناس وأردت أن تنفقها على ما يشتريها منك يعني كتتحلف وكتتقسم على تجارة ونرزقه والله وهي من كبائر الدنوب هذا القسم في التجارة ولا تمحى ما كتتمحىش بالكفارة ولا تمحى إلا بالتوبة الصادق النصوح والرجوع الحق إلى صاحبه واسمع قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وبأيمانهم تمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم لا سيم الحلف في البيع حداري أن تحلف في البيع والشراء قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان حكم اليمين الغموس من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان وبهذا أيها المسلم احذر أن تحلف على شيء وأنت تعلم نفسك أنك كاذب فيه احذر أخي المسلم والله المسألة خطيرة وخصا ده بك القوز ده الناس واقفين حدى المحكمة كي يقسموا له واحد الحاجة ما كي يعرفوا هاش يعني ما واضح لهم لزأ بحال الشمش لا بحال شي حاجة آخر يعني ما مأكد شي من الحاجة ك blending داخل المحكمة لكنها مأكد عليها هذه الحاجة إيض brod لحال الشخص كيف يقسم Mighty يعني متبدا كن لم تتسبب الحكم الله كيف تأتي مئكد فيها كيف أنحكم الشمس الأمر حكم الله أتبلغ الأواج أو روح اور الذهاب بالكلام حвод الله يوفق الجميع في ما يرضي الله مهم ما تقسم شيء من الأحسن ما تكترش القسيم ولدهات الضرورة أنك تقسم شيء محكمة أو أمام الناس أو أمام الملاء والمسألة خطيرة والمسألة حياة أو موت قضية كبيرة هو أخذ تقسم ولكن تقسم بالحق يعني تكون القضية الحق بيلك في الشمس يعني مأكد من على شغل تقسم قال صلى الله عليه وسلم ربما يأتين الخصمان منكم فيكون أحدكما الحم في حجته من الآخر فأقدي له من حق أخيه شيئا فليعلم وأنا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربما يأتين الخصمان منكم اسمعوا يا أحبابي في الله قول صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسمعوا قولا الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحم في حجته من الآخر فأقضي له من حق أخيه شيئا فليعلم وأنا بشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر في حالة البشرية بشر يخطئ ويصيب سبحان الله هو لا يخطئ فيما يحاى إليه ولا ينطق عن الهوى الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يخطأ في الحاجات في حالة البشرية ولكن في الحاجات التي يحلل الله سبحانه وتعالى يخطأ شيء فيهم إنه لا ينطق عن الهوى ذك وحي منها الله سبحانه وتعالى ممكنش يخطأ فيه إنما الحالة البشرية هو بشر يقول ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحم في حجته من الآخر فأقضي له من حق أخيه شيئا فليعلم وأنا بشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة البشرية يخطئ ويصيب سبحان الله هو لا يخطئ فيما يحاى إليه ولا ينطق عن الهوى فليعلم أني أقططع له شبرا من جهنم والعياذ بالله عفانا وعافاكم الله اللهم وفقنا يا ربي وفقنا لما ترضى وتحب المهم أحببي في الله هذه نصيحة من عند خدكم صافية كان أكد عليكم ردوا البال في هذه القضية ديال الحلف رغم مسألة خطيرة عظموا ربكم الله سبحانه وتعالى عنده اسم العظيم عظموا ربكم سبحانه وتعالى لا تقعوا شيء غيرك تحلفوا به في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي العشية وفي أي وقت الله سبحانه وتعالى يجب أن نعدمه والاسم دياله لا نضعه في الصغيرة والكبيرة والحقيرة وفي أي أمر يعني الأمر صادق أو الأمر يستهل أو ما يستهل شيء لا ردوا بالنا ونحايدوا ديك الكلمة دياله والله يعني دايما الله أقسموا بالله دي ما نحلفوا شيء إلا لك احفظوا أيمانكم الله سبحانه وتعالى يقول لكم احفظوا أيمانكم خلي الدخل الأيمان ديالك خلي حتى الوقت دياله الوقت اللي غيجي فيها أنك غتحتاج تحلف أحلف لأن منك تكون الحاجة مسألة موت أو حياة تحلف ولكن الحاجة عادية علش غتحلف علش غتحلف في الصباح وتحلف في الليل وتحلف في النار وتحلف في هذا لا ما تبقاش تحلف كل ساعة اتق الله والله يا أحبابي في الله فيديوهاتي أهم حاجة عندي هي تنفعكم الدنيا وآخرة وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى تعذروني على على التصوير وتعذروني على الإمكانيات الضعيفة اللي عندي المهم أنا الرسالة ديالي بغيت نوصلها بلا زواق بلا نفاق بلا منزواق بلا والو يعني كنعملكم فيديوهات عاديين تصوير عادي ما فيه لمنتاج لتشي حاجة وكنتمنى تعذروني وكنتمنى تدعموني ولكم نفس الأجر والله هو الموفق وربي يوفقني ويوفقكم وكنتمنى لكم النجاح في الحياة ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق دنيا وآخرة لأن هذا الدنيا مش هي المهمة احنا عنا المهمة هالدنيا غير واحد طريق هنقوزوا منها باش غنوصلوا الواحد الآخرة لهي الدار دائمة اما الدنيا مش هي دائمة الدنيا غير ما مر عابر يعني احنا غير عابل سبيل عابل سبيل اما الآخرة هي الجنة هي اهم حاجة عندنا سبحان الله سبحانه وتعالى كنتمنى لكم بعد التوفيق وعدروني بزاف على عدروني وصافي وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى تدعموني باشتراك ودعموني بالتعليقات ديالكم ولا عندكم شي سؤال خليواهلي وبالتوفيق للجميع